ولأن مباشرة ينضم إلينا من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور أحسين علاوي أرحب بك دكتور أحسين إلى هذه الساعة الإخبارية أهلا وسهلا مني دكتور أحسين أريد أن أسألك بداية عن الأوضاع الأمنية قبل قليل وردت أخبار تتحدث عن وجود انفجارات في حي المعالف حي الشعلة هل هذا الأمر له علاقة بالتظاهرات حاليا في الشارع المنتفض أم أنه الأمر بعيد تماما هو طبعا ننتظر تحليل أو بيان يصدر عن خلية الإعلام الأمني ليبين مصدر هذه التفجيرات إن كانت تفجيرات رهابية أو قد يكون عنف سياسي أو قد يكون سلوب ديماغوجي تتخذه الأجنح العسكرية والميليشيات وما عرف بالطرف الثالث لمحاولة الضغط على الجمهور وكذلك القوى السياسية العراقية من أجل الإذعان باتجاه الذهاب إلى قرار قرارات قد تصيب من يحمل السلاح أكثر من من يريد السياق السياسي ويتمسك بالعملية الديمقراطية وكذلك يتمسك بحرية التعبير وهم الشباب الذين ما زالوا في ساحة التحرير وكذلك بالمقابل ما زالوا في ساحة التظاهر في المحافظات وهنا العقدة الأساسية التي ما زالت آثار العنف والعنف المفرط تجاه المحتجين الشباب ما زالت موجودة وهو عنف غير مبرر أصلا دكتور علاوي ابقى معي لو سمحت دعني أقرأ هذا الخبر ثم سأخذ منك تعليق عليه حيث أعلنت أربعة من ألوية الحشد الشعبي الممثلة لمرجعية النجاف أعلنت رفضها تعيين عبد العزيز لمحمداوي المعروف بأبو فدك بمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ونفت هذه الألوية في بيان موحد لها علمها بتعيين محمداوي أبو فدك أو الآلية حتى التي تمت بمجيبها اختيار الشخصية لهذا المنصب كما اعتبر البيان أن اختيار المحمداوي يمثل تجاوزا واضحا على القانون وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة التي تخضع هيئة الحشد لإدارته دكتور علاوي أعود معك هذا البيان هل يدل على انشقاقات داخل الحشد الشعبي؟ هو أكيد وليس انشقاقه وأنه متنافس على القيادة وهذا التنافس قديم بالمناسبة لأن الفرق الولائية أو الموالية للمرجعية العليا في النجاف الأشرف التي تأسست من خلال العتبات العتبة الحسينية والعباسية وكذلك العتبة العلوية لاحظنا أن هناك فرقا ونهجا حتى في التعامل مع التحالف الدولي على غرار الفصائل الموالية التي كانت قريبة من إيران لا تتعامل مع التحالف الدولي وكذلك كانت مراسها ليس مراس قريب من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال المعارك لداعش وحتى كان هناك شحن وتصريحات وبيانات تصدر من فرقة العباس القتالية كون هناك قضايا كانت إدارية واختلافات إدارية مع قيادة الحشد هنا في العاصمة الاتحادية بغداد وبالتالي هنا يكمن التنافس الآن الواضح جداً وبالتالي هذا البيان كيف سينعكس على تعيين أبو فدك لهذا المنصب يعني أكيد على ما يبدو أن تعيين سيد أبو فدك على ما يبدو أنه تعيين سياسي أكثر ما أنه تعيين قانوني وفقاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة لأن القائد العام للقوات المسلحة هو استقال من حكومته وبالتالي لا يستطيع أن يمارس كل الصلاحيات في إطار هذا الوقت لعملية تنصيب أي قائد لأنه حتى تنصيبه برتبة رئيس الأركان يجب أن ينال موافقة البرلمان حاله حال القيادات العسكرية وهذا ما موصول بالدستور والقضية الأخرى وهذا ما تعتقد إذا ما تم تمرير حقومة محمد توفيق علاوي سيتم التهميش على هذا التعيين من قبل علاوي يعني إن كان ذهب بهذا الاتجاه فإنه سيدب الخلاف كثيراً جداً من قبل الفصائل القريبة على المرجعية وخصوصاً هذه الفصائل الأربعة في مقدمة فرقة العباس القتالية لأن نهجها مستقل ونهجها عراقي ونهجها واضح وهي بعيدة كذلك عن التيارات التي قد تكون لديها علاقات سياسية مع إيران ولديها ما زال في الحجد الشعب يعني أعتبر على المقاطعة هنا لسنا نتحدث فقط عن الخلافات وإنما هذه الشخصية المدعوة بأبو فدك متهمة بمجازر خلال هذه التظاهرات في السنك والوثباء يعني ردة الفعل ألن تكون معاكسة وقد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه إذا ما تم فعلاً تعيين هذه الشخصية هو على ما يبدو أن منصب من يخلف أبو مهد المهندس هو منصب ليس فقط في ترتيباته ووضعه وقد يكون اتجاهات عراقية بحته وإنما إيران تحاول الضغط من خلال هذا المنصب وكذلك لبنان تحاول من خلال حزب الله تحاول الضغط بهذا الاتجاه كون هناك بعض الفصال التي هي منضوية تحتها تنحد الشعب لديها مسلحين يعملون في سوريا ويعملون في أماكن أخرى وهذا بالتالي ما يجعل هذا المنصب هو محط إرادة أقليمية وعراقية وليس فقط إرادة وطنية أن نشعر تدخلاً دولياً في تعيين شخصية لهذا المنصب خاصة بأن هذه الشخصية كانت يشار إليها بالخال وهذه الكلمة كتبت على السفارة عندما تعرضت السفارة الأمريكية عندما تعرضت لهجمات من قبل هذه الميليشيات طبعاً هذا يدور في إطار ما يشاعي الآن من أن هناك ورقة قد تضم أسماء عديدة قد تنالهم العقوبات الأمريكية وبالتالي إن نالتهم العقوبات الأمريكية فسيكون أولاً موقف الحكومة العراقية محرج بوضع شخص بهذا المنصب الرفيع في إطار أنه قد يصنف أمريكيين ولذلك قد يحرج الحكومة وكذلك الحكومة لا تستطيع أن تتحمل الأزمات المقبلة في العلاقات العراقية الأمريكية وهذه مشكلة كبيرة لأن العراق ملتزم بعلاقات طويلة الأمد وهنا هذه الالتزامات لا بد أن تترتب عليها التزامات عراقية من الجانب العراقي ولذلك إن ذهبوا بهذا الاتجاه قد يكون صعباً على الحكومة العراقية وكذلك صعب على الجانب الأمريكي أن يتعامل مع هذا الاتجاه. وكذلك بالمقابل الجانب الداخلي. وهو الجانب المهم على اعتبار أن هذه الفصال الأربعة كذلك لديها تأثير في القرار السياسي العراقي. ولذلك قد يتراجع محمد توفيق علاوي في حال تكليفه وإدارته وحصوله على الثقة من قبل البرلمان بإدارة منصب القادة العام للقوات المسلحة. لأنه سيكون أمامه تحديات كثيرة في مقدمة أن الفصال الموالية قد لا تكون قريبة منه. جزيل الشكر على حضورك معنا مباشرة من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين. الدكتور حسين علاوي ممتنع على حضورك معنا.